بعد ما صرنا مهجرين بأغلب دول العالم أكيد في مننا أشخاص قدروا يحملوا معهم كتاب أو هدية من صديق أو حتى رسالة معطرة من حبيب وبالمقابل في كتير أشخاص تركوا ذكرياتهم تحت ركام بيوتهم المدمرة فشو حملت معك ذكرة من سوريا عزيزي على قلبك سوريا لي بوب وحلقة جديدة شو الزكرة اللي جبتيها معك من سوريا زكرة كتير غالية وأنا جبتها ومحتفظة فيها لهلا وكلمة بحن بشمة اللي هي خص لمشاعرات أمي ضفيري تبعتها كنت أصصت ليه ونمخبيته فجبتن معي بس مش تغطيلها لأمي روح قلبي أمي بين هي هلا الساتة بسوريا كيف همورة هونيك إن شاء الله منيها الحمد لله هاي اللقية بتسمعك شو بتقولي له بإلا ناطرة هليوم لشوفك بس سوريا كيف نرجع يعني عند مين نرجع هي مؤادرة تطلعوا نفس الوقت نحنا مؤادريني نرجع يعني مو بس أنا لحالي بهالوضع يعني كل السوريين بهالوضع أتمنى أخد شي معي من هنيك بس كنت أتمنى لو وقت أرجع رجع معي شي وللأسف ما حقدر رجعه هو والدي الله يرحمه أنه يتوفى برات سوريا يعني شغلة يعني والإنسان الوحيد يتمنى أنه يرجع معنا وقت نرجع إن شاء الله لأنه رح نرجع أكيد من سوريا بصراحة صورت والدي بس لأنه طلعنا فجأة وتعرف أنت تهريب وكذا ما أحسنا نطلع معنا شي فصورت والدي فقط هاي اللي معي زكرى من سوريا طبعا الله يرحمها متوفية زكرى من سوريا معنا هاي شو هاي سكينة صغيرة شكينة صغيرة شفرات شو بتعني لها فاين هاي تنزكرى أخدت شكل هدية من أبي من البابا أعطاني هدية على أطبال مفاتيح وضلت معي لهون جيبتها شو أصرق هون ست سنين طيب شو كنت بتتمنى لسه تجيب معاك؟ أجيب أهلي معي أكتر من هيك شو بدي أقول لك؟ أهلي جيبهم معي مو شي يزكرني فيهن جيبوا نهني لهون معي بايد واجعة والله ما جيبنا غير الحسرة والأهر بيوتنا المدمرة طلعنا بالتيابنا التليفون بس ملاجيساته موجود شو بذكرك؟ بذكرني الماضي الماضي الحلو الماضي الأيام الحلوة السنين اللي عشناها يعني مسبحة من أمي بذكره من أمي الله يخلي ليها ايه؟ أخير تعني لك هاي المسبحة؟ كتير تعني لكتير تعرف الأم شو بتعنيه كذكره يعني الحنين والألم الفقدان يعني الوطن التراب، البيت، الأهل كل آياتنا يعني أكيد ما شي يوم نرجع للبيت نحن حتى للحجر اللي في الدار يعني لأنه أنا ما عندي شي بصراحة شي مهم أو ذكره مهمة قدمة والمهم إنه الإنسان أهلك الناس اللي بتحبه لأنه أي شي بالدنيا رح يتعوض إلا اللي راح لأنه ما حيرجع ما أنا مفتع جروحات في إلي أخ بس متوفي يعني استشهد بسوريا وهني كأذا تذكر الألن فقط بسوريا صراحة يعني جبت معي يمكن أهم شغلة هي الهوية السورية دا، الهوية؟ شو بتعني لك الهوية؟ الهوية السورية بتذكرني بوطني بتذكرني ببلدي يعني أنه أنا صراحة أخذت الجنسية السورية الحمد لله،Cl Madrid الحمد لله لكن الموضوع أنه مهما أخذنا كالجنسيات العالم إذا يعطونا إياهنا يحنا بينظل سوريين حتى لو بي تركيا لو بيغيق بأي مكان سوريا هي البلد للوطن والأم والله يا أخي زكرة جبتها من سوريا والله زوجتي بصراحة يعني زوجتي جبتها من سوريا زكرة هي هي اللي تمت الزكرة يعني يا أخي عصيل إيه والله ولها لأ موجودة يعني ما عندي غيرة مصحف صغير هدني يا صديقي قبل ما أطلع سبحان الله عطاني يا وطلعت حتى طب معي على التهريب أتذكر سبحان الله في ما ويقصار معي كان وقتها جندرمة وهيكي في نزلة طلع أجورة فرطولي الشنتي كلها بتذكر رحت لعندون قلتش ما بده يصير يصير قلت له في مصحف قرآن لأجل سبحان الله المصحف وقتها عطاني الشنتي وعطاني الغراض خليت لملمتهم لملمت قدر المستطاع منهم وعبرت ببركت سبحان الله المصحف هاد شو الزكرة اللي جبتها معك من سوريا هوا هوا الساعة من مين هاي الساعة من الحب من الحب طبعا للحب القديم راحت اسأل الله يستر عليها تزوجت وصار عندها طفل شو صارل عندك هاي الساعة شي خمس سنين طبعا هي معي الطلاة ووقفة ما تشلل بس خليتها ذكرها يا أخي في وفاء الذكرة اللي جبتها معي من سوريا بصراحة ما جبت شي يعني ممكن نقول انه جبته من سوريا ذكرة يضلوا معي لانه انا وقت طلعت اصلا من سوريا طلعت على اساس ارجع يعني ما ضلني برات سوريا وهذا الحكي تقريبا من 2012 يعني حتى تيابي ما اخدتون معي يعني اخدت هيك شغلات كتير بسيطة والله انا ما جبت ذكرة صراحة بس كنت بتمنى شغلتين جيبون معي عندي ألبوم صور من وقت ما كنت صغير صراحة بتمنى يكون معي الشغل الثاني ما شغلي عينيه شغلي يعني عشته بحومص تمشايت يوم الخميس المساء زرت بلدان كتير صراحة بس متل هالتمشاي هاي ما مرت على راسي فبحس انه هاي لو تكون معي او انا كون معا يعني هاي كانت نديها شيء اساسي كان كل يوم خميس جبت لي رات وقداحة فيه مسباح ليه شو بيذكروك هدو؟ بيذكروني بسوريا هذا اللي طلعت بيهم بس اللي هلقتون معا؟ لحد الان موجودات خسر لك هون؟ صليشي 6 سنين شو بيعنوا لك هدو؟ بيعنوا كثير لي ريحة الوطن اختي مثلا عطتني مثلا هدية مثلا تسكار الصغير دابدوب صغير يعني وقالتلي اني دلت ذكرني فتشلون اهلي مثل ما عمقلك يعني هادي الزكرة الوحيدة اللي جبتها معي من سوريا يعني انا صر لي 8 سنين هون ضمن تركيا عايشين لحد هلق عندي الهدية ما بنساها ولحد هلق بتواصل مع اخواتي بتواصل مع اهلي الكل مشتقلون؟ كتير 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 طبعا لحد هلق منتمنى اني شوفهم بعطلهم سلام كتير كتير لامي واخواتي ابي امامي والله مع الرجل وفي شكل عام هو ايال بيعتبار يني درس هندسة فابكرت بتمنى اني اجيب مشاريع معي الهون مشاريعكم الكلهون Necool ما قدر تجيبون تقل والاغراض كثير كانو عندي بتمنى كنت تجيب مسلا مشاريع التخرج من هنمت هذا ما قدر تجيب بس اللي هنمت شا recoller بالسياحة بالسياحة بس متل ما انك شايف يعني بوزع بروشورات من هنمط هذا ما عملاقي شغل كمهندس معماري هذا السوري معلم لك الله يعطيك العافية يا عافيك تسلم لي يا رب نعم سوري شغيل روحنا بحلب ما جبنا شي منه عفنا روحنا هنيك وجينا بتجيب تشاري صغيرة هيكة علمة طراب من سوريا منه هنيك من حلب شو بتذكره بتذكرني بريحة الجنة حلب الجنة وأم الدنيا مو بس جنة سوريا بالأجمع بس حلب بازاي ببوس حلب لا خليلي رب رحم والألعاب والله يرحم ايين تحت الألعاب والألعاب والرز والتاق وبوسي كلمات الشوق والحنين كانت ظاهرة بكل اللقاءات وطول السنين خلى هي الزكريات تترسخ بعقل وبيقلب ويروح كل سوري بعيد عن بلده سوريا لبوب ونلاقيكم بحلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر